في بلدة ينوح في جرد جبيل أكثر من مئتي عامل سوري معظمهم موسميون يشتغلون في الزراعة فوجئ عدد منهم بشابين يطالبانهم بهوياتهم وبالاستعلام عن أماكن سكنهم فظنوا أنهم من جهاز رسمي جينا جاينا على الدكان إجانا لأمن الحزب قالوا بنا هوياتكم نحن مواطنين من الحزب من حقنا نشوف هوياتكم أجوا شاف الهويات وقالوا إذا رحت أنا أجيب الهوية قالوا إذا ما بترجع بدننا أوسو أهم لحقونا على البيت جابونا على السيارة وصار يحققوا معنا لم تعرف هوية الشابين وإن كانت السيارة التي كانا يستقلانها معروفة في المنطقة لا يرغب الأهالي في أي مشاكل مع جيرانهم إلا أنهم يفضلون عدم تدخل في شؤون بلدتهم إن شاء الله تكون عمل فردي وهيكو عابر وما يتكرر هني عرفوا عن حيلهم قالوا من جيراننا ومن هون الأخوين لقلنا سنين ودهور نحن وياهون بتعايش ومصار أي إشكال نحن وياهون في حوزة البلدية نسخ عن هويات العمال والأماكن التي يعيشون فيها وهي استغربت أنها لم تراجع من قبل أحد في الموضوع وهي المعنية المباشرة به أنا أعطيت علم للأجهزة كلها حادثة لا يريد أبناء ينوح إعطاءها أكثر من أهميتها لكنهم يأملون عدم تكرارها